أعزائي طلاب الصف الثالث الثانوي فرع الأداب والإنسانيات من ضمن مادة الفلسفة العامة سنأخذ موضوع الحقوق والواجبات الذي يأتي في سياق دروس محور الأخلاق نعم العزيز الطالب أن تكون في نهاية هذه الحصة قادرا على بداية معرفة دور القوة وأهميتها في تأسيس الحق وتحديده ومن ثم إدراك معنى حق القوة قواقع عملي في تاريخ البشرية وأخيرا التمكن من بناء الفرضية المناقضة لحق القوة عزائي الطلاب قبل ما نروح لشرح مفهوم الحق للأخوة لابد أن نذكر شيء كثير مهم هو أنه مثل أي مسألة بالفلسفة ما في عليها إجمع بمعنى أنه كانت ولا تزال مسألة الحقوق والواجبات موضوع اختلاف واجتهاد بين العديد من الفلسفة ودار حولها الكثير من النظريات من من أكد على مبدئية أن الحق هو معياره الأقوى ومنهم من رفض هذا الأمر واعتبر أن الحق يسند إلى الحق بذاته إلى مبدأ الحق بذاته ولا يسند إلى أي معيار آخر وبالتالي طبعاً نحن اليوم ما فينا ننكر أنه المعيار الأساسي يلي بدل على تحضر الأمم أو تخلفها على حداثتها على حداثة وتطور نظامها السياسي والاجتماعي هي هو مبدأ الحق المستند إلى المنطق والعدالة وغيره ولكن لابد من النظر إلى تاريخ البشرية وهذا يلي حاولوا الفلسفة خاصة هوكس وسبينوزا أنه يواجهونا نحو هوكس وسبينوزا رح نتعرف عليهم بعد شوي نطلقوا من مبدأ وأيدوا فكرة الحق الأقوى واستندوا لمعيارين أساسياً المعيار الأول هو معيار أنه مهيط الإنسان وطبيعته يلي تتوافق مع الطبيعة الحيوانية نوعاً ما وتستند إلى الغرائز والنزوات وغيرها من القوى العمياء وبالتالي هيك كانت حال الإنسان تاريخياً كانت تتحرقه على طول نزواته وغرائزه ومن ثم فيما بعد أيضاً أن الحقوق الإنسانية لم تكن تستند إلى مبدأ العقد الاجتماعي أو التوافر أو التوافق بين أفراد المجتمع بل كان القوي هو الذي يحدد من له حق ومن ليس له حق وبالتالي الطبيعة بشكل عام بحسب هوبس وسبينوزا الفلاسف القائلين بالحق الطبيعي ركزت خلال تاريخها أن الحق هو القوى بمعنى أن الذي يحدد الحق هو الذي يمتلك القوى لشرح صلب النظرية التي تنادي بمبدأ أن الحق يحدده الأقوى طبعاً توماس هوبس هو فيلسوف إنجليزي يعتبر من أكبر فلاسفة القرن السابع عشر بإنجلترا وأكثرهم شهرة خصوصاً في المجال القانوني اشتغل بالفلسفة والأخلاق والتاريخ وساهم بشكل كبير في بلولارد كثير من الأطرحات التي تميز به هذا القرن على المستوى السياسي والحقوقي توماس هوبس يرى بأن الإنسان بشكل عام بالتاريخ البشرية بشكل عام كان الإنسان دائماً يتجه إلى القوى كمعيار أساسي للتحديد الحق هو توماس هوبس عم بيخبرنا بتاريخ البشرين وتاريخ مليء الصراعات والعنف والدم الكل كما يقول كان في حالة حرب مع الكل وبالتالي كان هدف الإنسان السيطرة والسعي إلى السلطة وامتلاك الخيارات المادية وهو في سبيل سعي إلى السلطة وامتلاك الخيارات المادية مستعد أن يفعل كل شيء لضمان هذه الميزات وبالتالي توماس هوبس هنا يأخذنا إلى الواقع البشري ويؤكد على أن تاريخ الشعوب وتاريخ الدول والأمبراطوريات دائماً ما كان يرتكز على القوة كمعيار أساسي لتحديد الحق وبالتالي كل إنسان استخدم كل الوسائل المتوفرة لديه طبعاً هنا يقصد القوة المادية والعنف وغيره في سبيل مصالحه والدفاع عن نصلحته والحصول على الثروات المادية وبالتالي المبدأ الوحيد للحق في هذه الحالة خاصة في الحالة البداية الأولى كما اسمها توماس هوبس هي أن صيانة وجودنا البيولوجي الخام كالحيوانات تماماً يرتكز على مبدأ القوة كما الحيوانات تتحرك في سبيل الدفاع عن نفسها والحصول على الطعام كذلك الإنسان تصرف في الحالة البداية الأولى كالحيوان قدته أن نيته الطاغية للحصول على كل ما يريد وبالتالي ركز هذا الإنسان على الثروة والسلطة وبالتالي انتهى توماس هوبس ليقول لنا مقولته الشهيرة أن الإنسان هو زئب لأخيه الإنسان يعني كما نرى أن الزئاب تفترس من طبعها الافتراس والغدر والقوة والعنف كذلك الإنسان في علاقتي مع أخيه الإنسان يتصرف كالزئب تماماً لا يفرقه عن الزئب أي شيء ما زلنا عنده توماس هوبس وهنا يشرح لنا توماس هوبس كيفية انتقال الإنسان من حالة إلى حالة الحالة الأولى البداية كما شرحنا سابقاً هي حالة العنف والقوة والبأس وهي أقرب إلى الحيوان حالة أقرب يكون فيها الإنساني الحيوان منها إلى طبعه الإنساني الذي يجب أن يتطبع عليه هذا الإنسان لابد أن ينتقل إلى طبع آخر يكون فيها القوة هنا مقنعة نوعاً ما الإنسان يستخدم عقله يستخدم أيضاً كل ما كسبه من هذه الحياة من تطور في المعرفة وغيره ويلجأ إلى نوع آخر من الاجتماع وبالتالي هنا الناس تدرك أنها ليس باستطاعتها أن تستمر على الشاكلة الأولى أو الحالة الأولى فتلجأ إلى الحالة الثانية ما هي الحالة الثانية باختصار بسيط وباضح جداً الناس بتوكل وبتسلم أمره للقوي وتتنازل لهذا القوي طوعاً عن حقوقها وتصبح تمتسل لأوامر هذا القوي وبالتالي هذا القوي يتعهد بالدفاع عن مصالح هذه الجماعة شرط أن تضمن له هذه الجماعة الطاعة والولاء وبالتالي عندما تثور هذه الجماعة وتخالف هذا العقد المبني على القوة والمبني أيضاً على الخوف من القوي يستطيع أو يحق لهذا الحاكم أو الأمير مثلاً أن يقتل ويبطش ويفعل ما يريد وبالتالي هنا لا نتحدث عن عقد اجتماعي عن مواطنين لهم حقوق وعلى المواجبات بل نتحدث عن طاعة مطلقة وعمياء الجماعة تسلم أمرها للأقوى بينها وهو بدوره الذي يحدد الحقوق والواجبات فالحق بذلك هو للأقوى لتدعي مجهة النظر التي تقول بأن القوي هو الذي يحدد الحقوق نأخذ مثالاً أيضاً فايلسوف آخر هو سبينوزا وهو فايلسوف عقلاني شهير جداً سبينوزا بيعتبر أنه في حالة الطبيعة يعيش الإنسان وفقاً لمبدأ الشهوة لمبدأ العقل نحن عم نحكي بحالة الطبيعة يعني بالحال الأولى وبيكون شغله الشاغل هو تحقيق مصدحته بكل المتوسائل المتوفرة ولو على حساب الآخرين وهو لا يتصرف في الحال الأولى تبعاً لمبادئ العقل السليم لأن معظم تصوراته بتكون خاضعة على الرغبة والمنفعة يلي بتوجهها الغرائز الشهوانية والانفعالات يلي ما بتهتم إلا باللحظة الحاضرة فقط وبالموضوع المباشر يلي بتحقق من خلاله المنفعة الخاصة وبضيف سبينوزا وهيدا شي مهم أنه الله يمنح كل إنسان منذ ولادته قدرة خاصة يتحدد على أساس حق الطبيعي وبالتالي نحن بالفطرة ميزين عن بعضنا البعض بقدرات خاصة ما فينا نتجوزة وهذا يعني أن البشر بولدتهم بحسب سبينوزا ليسوا متساوين وبالتالي هناك من هو أقوى من الآخر وهناك من هو أعلى من الآخر وهناك من هو أسكى من الآخر إلى ما هناك وبالتالي كل شخص يتصرف بحسب طبيعته الأساسية ولا يستطيع أن يتجاوز هذه الطبيعة ويبقى بشكل نهائي أنه كل الإنسان بده يتصرف وفقا للمنطق القائل أن القانون الأساسي الذي يحدد الحق بالحال البدائي الأولى عنده سبينوزا هو مبدأ القوة إلى النقض الداخلي نقض مقولة الحق للأقوى النقطة الأولى إذا بني الحق على القوة يعني بمعنى إذا نحن افترضنا كما قال هوبس وسبينوزا أن القوة هي التي تحدد الحق فكيف نميز الإنسان على الحيوان؟ يعني أليس في عالم الحيوان يكون الحق دائما الأقوى؟ وكأن هذه النقطة تحاول أن تشير أن القوة ليست مبدأا إنسانيا بقدر ما هي مبدأ حيواني تسود فيه شريعة الغاب اثنين ألا تعزز مقولة الحق للأقوى بقاء المجتمع في حالة صراع دائم وعدم استقرار يجعل كل فرد يسعى إلى امتلاك القوة يعني إذا نحن افترضنا لأهلوهبس أن القوة هي التي تحدد الحق هذا يعني أنه بالمجتمع رح يبقى عطول بصراع دائم لأنه الكل رح يحاول الوصول للقوة وبالتالي كل ما يأتي قوي يأتي من هو أقوى منه ليبدل واقع الحال وهكذا يستمر المجتمع في حالة صراع إلى ما لا نهاية وبالتالي يصبح المجتمع منعدم الاستقرار أمامنا نص علينا أن نستخرج المفاهيم التي تدل على منطق القوة كما عبر عنه سبينوزا لأن هذا النص هو سبينوزا يقول سبينوزا في نص هذا لا أقصد بالحق الطبيع والنظام الطبيعي سوى قواعد الطبيعة الخاصة بكل فرد فأزان هو قال بأن لكل فرد طبيعة خاصة وهذا مبدأ تتأسس عليه منظومة أخلاقية مختلفة بمعنى هناك قواعد ندركها بموجب أن كل كائن قد تعين وجوده وسلوكه بطريقة ما بمعنى أوضح أن كل كائن قد تعين بالأحرى وجوده وسلوكه بناء على طبيعته الخاصة ما هي هذه الطبيعة الخاصة سيشرحها لنا سبينوزا في هذا المسأل فمثلا يتحتم على الأسماك بحكم طبيعتها أن تسبح فأزان كل الأسماك تسبح ولكن يلتهم الكبير منها الصغير وهذا أيضا ينطبق على الجنس البشري بمعنى الأقوى يلتهم الأضعف مجازيا طبعا وبالتالي تنعم الأسماك بالماء والكبيرة تلتهم الصغيرة بمقتدى حق طبيعي مطلق لها وكأن سبينوزا يقول أن القوي الذي يمتلك القوة والبؤس والشدة يستخدم العنف في سبيل السيطرة والحصول على كل شيء وكون قانون الطبيعة الأسماك يقضي بأن يجهد كل شيء للاستمرار في حالته يتبع أن لكل فرد حقا مطلقا في البقاء على وضعه هنا يقول أن لكل فرد حق في البقاء على وضعه يعني الضعيف يبقى ضعيفا والقوي يظل قويا إلى أن تنقلب هذه المقاييس نوعا ما ولكن طالما أن القوي هو قوي فهو المسيطر وهو السيد أي أن يوجد ويسلك كما تعين له طبيعيا أن يفعل هنا وكأن سبينوزا يقول باستحالة تغيير القوة إلى ضعف والضعف إلى قوة لأن هذه ملكات طبيعية كما أن للحكيم حقا مطلقا في أن يفعل ما يؤمر به العقل كذلك للجاهل وللذي لا يملك أي منفع أخلاقية فإذا هناك تصنيفات وتراتبية في المجتمع تختلف من فرد إلى آخر بحكم طبيعته ووضعه الاجتماعي والأخلاقي والعلمي والمعرفي حقا أسمى ليحيا وفق قوانين الرغبة وننهي في هذا النص فالحق الطبيعي لكل إنسان يتحدد إذن ليس بالعقل بل بالرغبة والقدرة تلك المفاهيم تدل بشكل واضح على منطق حق القوة في هذا النص الذي أخذناه عن سبينوزا هذه الحصة مع المكتسبات التعلمية خلاصة ما سبق ذكره نريد أن نلخص نوعا ما نظرية هوبس وأيضا نظرية الحق للأقوى ومبدأ الحق للأقوى لابد أن نفهم أن هوبس اعتبر أن الحالة الفطرة عند الإنسان تدفع إلى الأنانية بحيث يتصرف كحيوان تقوده الشهوة والرغبة يهدف الإنسان إلى السيطرة على كل شيء ويضع أمامه هدف أساسي هو الوصول إلى السلطة والحصول على الثورات المادية والمال مقولة الشهيرة لهبس هي الإنسان زئب الإنسان بمعنى أن الإنسان يهمه بالدرجة الأولى أن يحقق مصالحه ومنافعه الأساسية على حساب أخيه الإنسان دون أن يقيم وزن لأي اعتبار آخر ومن هنا لا مكان للعدالة والسلم لأن العنف هو سيد الموقف وبالتالي البقاء للأقوى لأن الأقوى هو الذي يحدد القوانين كلها والقوة هي المعيار الوحيد لتأسيس الأخلاق وخاصة الحقوق لا حقوق للناس بل واجبات لأنهم يتنازلون عن حقوقهم للأقوى وبالتالي هم رعاية وليسوا مواطنين نتمنى عزيز الطالب أن تكون قد استفدت من هذا الشارح وبالتالي الحصة الثالثة سيكون موضوعها موقف رسوء من الحقوق والواجبات